القضية الساعة وهي قضية إسلام بحيري تحديدا فطبعا أنتوا عارفين أنا هتكلم دلوقتي بشكل مباشر علشان الموضوع وصل إلى درجة خطيرة جدا من الإثارة والهيجان في الشارع المصري والعربي عموما بشكل عام لدرجة أنه الأزهر أخيرا تقرر أنه يدخل على الخط في هذه المشكلة أو في هذه المفسدة اللي بتحصل على المرنامج بتاعه والحقيقة طبعا كانت النتيجة أنه الأزهر طلع بيان شديد اللهجة ورافض فيه كل هذا الكلام وشفت حوار أو يعني مدخلات ما بينه وما بين الدكتور عبدالله النجار مرة وبينه الدكتور محمود مهنة مرة تانية فالحقيقة أنا شفت الكلام ده وشفت الحوار بينهم ومن بعضهم بشكل فيه تركيز شوية والحقيقة طبعا اللي أفزعني جدا المطالبة من قبل الجانب الأزهاري بوقف البرنامج ولعل البعض يستغرب جدا أنه يعني من موقفي شخصيا أنه أنا رافض تماما هذه الفكرة فكرة وقف البرنامج الحقيقة طبعا هي غلطة جسيمة ترتكب لو حد طالب بوقف هذا البرنامج تبقى غلطة جسيمة ترتكب لو أنت طلبت أنه هذا الشخص لا يظهر ولا يتكلم ولا ينقض ولا يبدو رأيه لا ده خطأ جسيم يا جماعة لازم نركز شوية مع بعض الحوار الحوار علاجه مش في إنهائه ليس علاج الحوار في كتم الأصوات ولا تكميم الأفوال أبدا بأي حال من الأحوال أنا ضد وقف هذا البرنامج أو أي برنامج ضد وقفه تماما إنما أنا ضد إن إحنا ناخد حقنا بالقضاء لو فيه سب وشتم زي ما إحنا بنقول والكلام ده فعلا هو ما شاء الله ما بيتوفصهش سب وشتم الكلام كتير جدا فلازم إن أنتوا تجيدوا التعامل مع القانون يبقى فيه ثلاث حاجات مختلفين على البعض قضية البرنامج نفسه وقضية السب وقضية المادة العلمية ده لو كانت فيه مادة علمية قضية البرنامج نفسه أنت لا من سلطتك ولا من حقك أنك توقف البرنامج أو أي برنامج وخلينا نعيش في أرض الواقع واللي أنت حتوقفه هنا في مصر ممكن بعد بكرة يتزع في دولة تانية يعني بقت الفضائيات مفتوحة وبدأت القدرة على البس الفضائي الحية البتاعتها بسيطة وسهلة جدا عن طريق آلاف الأخبار الصناعية الموجودة حتستطيع أن أنت تبص برنامجك وبعدين أنتوا بتكلموا برنامج برنامج إيه دي الفضائيات قربت تتلغي نفسيها ده فيه حاجات دلوقتي اللي هو القنوات الفضائية اللي موجودة على النت يعني النهاردة أي حد يستطيع يعمل قناة في المستقبل القريب على الإنترنت الموضوع انتهى يعني موضوع البس عن طريق النت ووسائل الاتصال للعالم الافتراضي بقت المسألة سهلة ومتاحة وأي واحد في كفر في أدغال أي بلد ريفية أو في أي بلد نائية يستطيع أن يقوء أن ينشئ محطات بس وأنا أوز أقول لكم أن بعض النجوم بعض النجوم الساحة الإعلامية الموجودين حاليا أو اللي ظهروا فجأة الدولة اشتغلوا الأول على قنوات أو على مواقع على اليوتيوب أو خلافه وكانوا بيضعوا كل أعمالهم الفنية فيها وفي الآخر تلقفتهم القنوات الفضائية كما تعلمون فحتيجي أنت هتقول إيه اوقف البرنامج تبقف البرنامج أولا حتحوله إلى بطل اتنين حتحوله إلى شهيد تلاتة إعلان مبكر أن أنت منتش قادر تواجه الكلام الغساء اللي بيقوله أربعة إعلان أن أنت منتش قادر الكلام ده كلام مش مضبوط ما إحنا بنرد وبنرد بشكل منتظم والحمد لله رب العالمين إنما المطالبة بيوقف البرنامج أنت كده يعني الحقيقة الكلام خطير جدا أي محاولة للاعتداء عليه هي صناعة بطل أي محاولة للتهديده بالقتل ده صناعة بطل أو صناعة شهيد وحيتحول إلى أيكونة للرأي يعني إحنا اللي بنصنع الأوسان إحنا اللي بنصنع الكلام ده كلام غير مقبول على الإطلاق فأنت العنف لا يجدي القوة لا تجدي القتل عمل أهوج وأحمق ولا يصدر عن إنسان عاقل أنا عارف طبعا أن الأظهر كبير الأظهر أكبر بكثير من أي الأظهر لا يهدد ولا يتوعد ولا 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 إنما إحنا بنتكلم على كلام منطقي هل الحل هو إيقاف البرنامج؟ لا طبعا مش إيقاف البرنامج الحل هو الرد عليه طيب